لقية الزرع الاخضر من الاشياء المهمة جدا في المنام ممكن تشوف نفسك عندك زرع اخضر او بتزرع زرع او انت واقف وسط زرع اخضر او بتشوف مثلا بتجيب زرع اخضر لاحد الاشخاص او بتشوف الزرع الاخضر كتير حواليك الحاجات دي كلها لها دلالات في الاحلام ولها تفسيرات هنتعرف عليها سوا وطبعا زي ما تعودنا ان العزباء غير المتزوجة غير المطلقة غير الشاب الاعزب آآ كل الفئات دي لها تفسيرات معينة بالنسبة لرؤية الزرع الاخضر في المنام اول حاجة ان شاء الله هنتكلم عليها رؤية الزرع الاخضر في المنام حسب ما فسره الامام ابن سرين قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو ما تنسوش تعمله لايك واشتراك في القناة ولو حد عنده حلم محابي ففسره يكتب تعليق اسفل الفيديو ان شاء الله هرد عليه في اسرع وقت رؤية الزرع الاخضر في المنام تشير الى زيادة الابناء والاحفاد في العائلة ده تفسير من تفسيرات الزرع الاخضر وايضا تشير الى النساء بشكل عام فهم يحبون الابناء والاحفاد ويهتمون بهم حتى الكبر ورؤية التاجر الزرع الاخضر في المنام تشير الى تكبير اعماله التجارية وكسب منها الكثير من الاموال ورؤية سنابل الزرع الاخضر في المنام اللي هي السنابل القمح لما بتشوفها في المنام ده رزق كتير جدا واموال كثيرة قادمة للشخص اللي هيشوف في الرؤية دي ولو شفت رجل طقي واقف وسط الزرع الاخضر في المنام ده بتشير الى اعماله الخيرة وحسن سوابه عند الله ورؤية الشاب الاعزب ان له ارض يزرعها في المنام تشير الى اقتراب موعد زواجه والله اعلى واعلى رؤية الفتاة العزباء انها بتشوف زرع اخضر في المنام تشير الى انها سوف تتزوج عن قريب ورؤية العزباء ايضا للزرع الاخضر تشير ايضا الى وجود شخص صالح وزوء اخلاق حسنة في حياتها وبالنسبة لرؤية الزرع الاخضر في المنام للعزباء عموما تشير الى ما ستحققه من نجاحات في مختلف مجالات حياتها ورؤية الزرع الاخضر ايضا تشير الى قدرتها على السعي نحو احلامها وطموحها طيب بالنسبة لتفسير رؤية الزرع الاخضر في المنام للمرأة المتزوجة رؤية المتزوجة ان هي وسط زرع اخضر ده بيشير الى انتهاء مشاكلها الزوجية وبيشير ايضا الى تحقيق اهدافها وامنياتها وممكن ايضا لو المتزوجة دي ما عندهاش اولاد وبتفكر في انجاب يكون رؤية الزرع الاخضر وبالاخص السنابل القمح دي رمز للاولاد ان شاء الله وللزرية الصالحة لها باذن الله تعالى ورؤيها ايضا بالزرع الاخضر تشير الى حياتها الزوجية السعيدة والمستقرة ورؤية المتزوجة الزرع الجيد في المنام تشير الى حسن اخلاق زوجها ومخافته عليها ومعملته لها يعني لما بتشوف زرع اخضر وشكله كويس وهيئته كويسة في المنام ده بيدل على زوجها ان زوجها بيعملها كويس وان حياتها مستقرة معي تفسير رؤية الزرع الاخضر في المنام للمرأة الحامل الحامل لما بتشوف زرع اخضر في المنام ده بيشير الى مرور عملية ولداتها بسهولة ويسر وايضا الحامل لما بتشوف زرع اخضر في المنام تشير ايضا الى انها ستلد مولود في معاد وسيكون بصحة جيدة وسليم ورؤية الحامل زرع في المنام تشير الى ان طفلها سيكون صالح ومحبوب بين الناس وسيصبح زو ما كان مرموقة في حياته والله اعلى واعلم في رؤية كويسة جدا بالنسبة للمريض لما بيشوف نفسه وسط زرع اخضر او هو بيشوف زرع اخضر المريض لو شاف زرع اخضر في المنام ده بيشير الى شفاءه من هذا المرض والله اعلى واعلى يعني لو حد عنده مرض والمرض ده مؤثر فيه جامد والموضوع مستعصي معاه وجيه مرة وشاف نفسه وسط زرع اخضر او حد من قريبه وشاف انه هو وسط زرع اخضر ده بيرمز لي ان ان شاء الله الراجل ده هيشفاء من المرض اللي عنده وبرده تشير الى سوق وضعه الصحي وتدهور مرضه لو شاف الزرع بايز في المنام او تالف يعني طول ما هو شاف الزرع الاخضر في المنام حاجة كويسة ورؤيته كويسة ده حاجة كويسة للمريض لو شاف الزرع الاخضر مثلا تعبان دبلان مرضان في المنام ده بيدل على انه الراجل ده المرض بتاعه هيتحكم فيه وصحته هتدهور والله اعلى واعلى تفسير رؤية الماشي بين الزرع الاخضر في المنام لو شفت نفسك ماشي وسط زرع خضر كده في المنام دي لها رموز ولها دلال دي بتشير الى رزق اللي بيشوف الرؤية دي بابنه في المستقبل والله اعلى لما بتشوف نفسك ماشي وسط زرع اخضر هو رزق قادم لك وابناء وزرية ورؤية الماشي بين الزرع وتناول السمار في المنام تشير الى اموال حلال كثيرة سيحصل عليها الرأي ورؤية الماشي ايضا بين الزرع في المنام تشير الى الصفر الى الخارج اما للعمل او للمتهم يعني هي بترمز للصفر والله اعلى واعلى بالنسبة لرؤية الزرع الاخضر في المنام للمرأة المطلقة المرأة المطلقة لو شافت الزرع الاخضر في المنام دا بيرمز ان الهموم اللي عند المرأة دي ان شاء الله هتزول عن قريب وخاصة لو شافت الزرع الاخضر هيئته كويسة والزرع مستوي مثلا القمح شافتوا ان هو خلاص مستوي دا بيدل على ان انتهاء المشاكل بينها وبنزوجها وان ان شاء الله هيبقى يا اما رجوع قريب يا اما زواج لها قريب ان شاء الله بالنسبة ايضا للمرأة المطلقة لو شافت نفسها ماشية في الزرع الاخضر الزرع الاخضر ليها خير خير كتير ولكن رؤية الزرع الاخضر لو هي يوماشية وسط زرع الاخضر والزرع الاخضر دا دابلان ومرضان دا بيدل على حالتها النفسية بتبع حالتها النفسية مش كويسة وان هي عندها هموم كتيرة ومشاكل فيجب على اللي يشوف الرؤية دي ان هو يستغفر ربنا وتجرى اسكار المساء والصباح والاستغفار باستمرار والدعاء ان ربنا يفك قربها ويزول همها باذن الله تعالى والرؤية تعتبر من الرؤية المحذرة لها ان هي تلتزم بامور الدين وتلتزم بالصلاة والصيام والطاعة وان شاء الله هتحصل على ما تتمناه عن قريب جدا لو اجابكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته